طيب خليني أعرض لأنه كمان الكلام بالنسبة للزملاء المقدمة برامج التوكشو الرياضي والبرامج الرياضية المختلفة الأمر بالنسبة لهم كورة ورياضة وعندهم تفاصيل بيختلفوا يتفقوا يشيد ويلوم ويعتبوا يهاجموا يدافع وهكذا لكن المسألة بالنسبة لمقدمة برامج التوكشو العام فجأة يمواخد الموضوع ويلبسوا بقى كل الثياب غير الرياضية فيتم تصوير المشهد على أنه فيه فساد نتيجة هزيمة مباراة محمد الباز نشوفه يعني جمهور الأهلي لما كان سريقه بيخسر أو يعني بيحصل فيه إخفاقات كان بيبقى متفاهم ومساند لكن لأنه جمهور الأهلي شايف أنه اللي حاصل فيه القلعة الحمراء كما يقولون يصل إلى درجة الفساد فيه فساد في النادي الأهلي فساد رياضي في النادي الأهلي فساد إداري في النادي الأهلي وقد يصل الأمر إلى فساد مالي في النادي الأهلي ما وقال لي بالك انت لو الناس بتعمل صفقات وبتجيب ناس تتعاقد مع ناس عشان تطلع يعني بنسبة يعني انت قدام فساد مال الاستاذ احمد باشا صديقنا العزيز هو رئيس تحرير جريدة روزا اليوسف وهو اهلاوي بيقول انفرض الخطيب دي الاسباب يا جماعة يعني اسمعوا الاستاذ احمد باشا وهو بيقول ليه الاهلي انهار بيقول انفرض الخطيب بمقدرات فريق القرى بالنادي الاهلي وكلف ادارته الاعلامية بالهجوم على اي انتقاد لادارته وتحكمه عبر كتائب السوشال ميديو علامات استفهام حول دور امير توفيق صاحب افشل صفقات في السنوات الاخيرة الخطيب سلم النادي بمفاتيحه الى المدعو مسيماني وزوجته السمسارة لتفريغ الفريق من لاعبي والتعاقد مع لاعبين لا يستحقون ارتداء الفن الله الحمراء جدد للتنسي علي معلول بمبلغ خرافي لمدة عامين بعد ان تدهر مستوى لدرجة عدم قدرته على الدفاع او الهجوم واصبح سخب اسود في جسد الفريق بيقول انشغل وشغل الفريق ده على القطيب والجماهير بكل القضايا الفرعية واختلاق مشاكل ليس هذا وقتها مما حفز الفرق واللعبون ضد القلع الحمراء الاهل يحتاج ثورة ادارية تليق به بعيدا عن نرجسيات بيبو التي ستقضي على هيبة نادي القر وحاضره ومستقبله طيب اخطر ما في الكلام الاهل فيه فساد رياضي واداري ويرقى الى ان يكون فسادا ماليا بالنسبة للمصيبة الاخيرة دي مفيش ارفع ولا اقيم ولا اعلى ولا اعظم من سلطة معالي النائب العام فيما يتعلق بالشأن المال العام وهنا بقول للبازة فندي او لغير البازة فندي لاي واحد يتقال له اقول لا لو سمحت البينة على من ادعى والدليل على من انكر انا هنا بقنكر لك وبقول لك شهادة من معالي النائب العام دي صدرت بحق مجلس ادارة النادي الاهلي والنص الواضح الصريح فيها انه لا ثمة عدوان على المال العام في النادي الاهلي دي تتحط في عين اي حد يجرؤ انه يتهم النادي الاهلي بالفساد واي حد عنده غير كده يطلع على النياب العامة فورا لانه ده حتى دي سوابة النادي الاهلي الحفاظ على سمعة النادي وقيمة النادي ما تكونش إلا لدى الجهات الرقبية المختصة لا تلك بالألسنة كده بالسهل الحفاظ على قيمة الاهلي وسمعة الاهلي واموال الاهلي اي حد عنده غير الشهادة اللي انا عرضته على حضراتكو اللي من معالي النائب العام انه بعد التحقيقات اللي جرت بكذا كذا كذا ثبت لرجال النيابة العامة انه لا ثمة عدوان على المال العام في النادي الاهلي خلصنا من قصة المال العام اي حد عنده اي حاجة تستجد ما كانها مش الاعلام ولا المنصات الاعلامية اروقة النيابة فورا بصوا استاذ براهيم اه اه انا بس عايز اقولي اه هو كل ده اكتشفوه في الشهرين الفاته دول الاكتساح والفخر بالنادي الاهلي عبره السنة ونوصة او سنتين الاخرانيين وما قبلهم وافتخار العالم بينا وما يحقق النادي الاهلي من ابهار اه كان خفيا وبمجرد ما اصاب الجسد العلة العلة وحتى لم يطلع الرجل يقولك ان كل ماشي يطلع لي اصابة اثنين وثلاثة والكلام ده كان بيتقال من معمال وجسي القادم لو استمر مع الاهلي على هذا النحو هتشوفوا ايه اللي بيحصل في اللعيب هنجبلكم فقرة دلوقتي هتجدوا ان معدل اداء اللعيبة هو الاعلى في العالم اداء اللعيبة في المطشات لعبة النادي الاهلي عدد المطشات اللي بيعابها النادي الاهلي في فترات الموسم هي الاعلى في العالم هذا كلام فانا الشق الفني يتناقش فني اما الكلام المرسل اللي هو مقصود انك تخبط في الناس ده كلام يعني يسهل جدا جدا الرد عليه زي ما قاله اصابة إبراهيم الجزء التاني الجزء بتاع الفساد الرياضي سانة بس اخلص الحتة الفنية اصابة إبراهيم لما هي يقولك جدد لعلي معلول بمبلغ خرافي بعد تظاهر مستوى علي معلول اصيب ويسترد مستوى علي معلول لما كان يسأل المنافس قبل الحليف من افضل محترف جاء الى مصر في السنوات الاخيرة يقولك علي معلول ولو كان الاهلي لم يجدد لعلي معلول للاقي اللوم والعتاب والهجوم والتفريط في قيمة وكان يتون بيقدر المال العام لانك بتحط فلوسك في الناس اللي انت في الناس مفروض تحطها في الناس ثاني ده مسألة فنية ما حدش نقشها وما فيش جدال عليها النقطة الاخيرة رأي الشخصي بقى انه شاف الخطيب والنرجسية والكلام ده يعني افصحها عن مكنونه بالضبط بس انا انا بتكلم في جزيز الفساد الرياضي لان انا بقولتلكو هي المشكلة في الزملاء الاسادزة في مقدم برامج التوكشو محاولة استيراد الفاظ معينة من ثقافات اخرى وتلبسها الملبس الرياضي لما تستخدمها في الرياضة لما تقول لي فساد رياضي اقولك تعالا معنى الفساد الرياضي هو الفشل في تحقيق بطولات او اللقوع في محظير اعلامية او رياضية ده فشل ماشي الفساد انك تخفي خطاب الفساد انك تدلس الفساد انك تعمل حاجة هو بتكلم فساد اداري وفساد رياضي الفساد الرياضي لو تقصد العجز والفشل فما اعتقدش انه مجلس ادارة النادي الاهلي في الخمس سنين الاخيرة او الاربع سنين باعتبار ان هذا الموسم لم ينتهي بعد يحقق اتناشر بطولة اتناشر بطولة او دكتور باز اتناشر بطولة اقرب نادي للنادي الاهلي تحقيقا في نفس الفترة الزمالية نادي الزمالك الشقيق سبع بطولات فما اعتقدش انه من يحقق اتناشر بطولة هو فاشل ومن يحقق السبعة هو ناجح وعليكم الاقتداء به هنا الرقم بس لمناقشة فكرة ايه فهمك عن الفساد الرياضي اما فكرة ترك النادي الفريق لمسماني وزوجته ومشى مسماني في وسط الموسم هو برضو جزء من عدم المتابعة الاهلي لمشى مسماني ولا مشى فيلر لانه فجأة يتقال في نفس الكلام اللي حدك قريته انه ساب مسماني وزوجته اطلقوا لهم العنام في الفريق ووحدة تانية مشى في وسط الموسم دي عكس دي الاتنين عكس بعض بالمناسبة مسماني او زوجته كوكيلة او رئيسة شاركة للعمل في المجال الرياضي الصفقتين الافريقيتين اللجوم لويس ميكسوني وبيرسي تاو بيرسي تاو لاعب دولي في جنوب افريقيا المتابعين للكرة يقدروا يقولوا لحضرتك حدموا واهميتوا وقمتوا كلاعب ولويس ميكسوني لما جيه وكان واحد من افضل اللاعبي سيمبا التنزاني اللي تندروا عليه وتهكموا رجعوا واعتذروا مجرد انه لعب مباراة كويسة قدام الاتحاد وجاب جون كويس ثم اصيب لكن هي فكرة السجدد لعلي معلوله هو في اسوء الحالات التحاد الافريقي احنا مقررين انه مدينا ظهره وبينه وبين مصر وبينه وبين النادي الاهلي كتير من الارض غير الجيدة للتحاد الافريقي لما حب يختار افضل عشرة لعيبة في القارة هذا العام كان خمسة منهم من لعبة النادي الاهلي اللي انت قالوا لك انه فيه فساد رياضي واداري وفني قل لي بيرسي تاوي المتهم بانه صفقة سيئة عملها امير توفيق مرشح ضمن احسن لعب في افريقي علي معلول اللي الاهلي جدد له مرشح ضمن العشرة الافضل في افريقي اليو ديانج اللي بيوصف حاليا وهو بالفعل على الترانسفير ماركتنج القيمة التسوقية الاعلى في الدور المصري هي صفقة حقاها النادي الاهلي ايضا مع امير توفيق فين المعايير الفشل ضمن التلاتة اللي صفوا في الاخر وفي الاخر العشرة الاهلوية الخمسة بين العشرة يعني نص العشرة من لعب النادي الاهلي عن افريقيا مش عن الاتحاد المصري ثم يفوز بينهم الشناوي باحسن لعب في افريقيا عايز افهم يعني ايه فساد مالي انا قلتلك فساد مالي واحلتك الى شهادة النائب العام في ابراء الزمة عشان اي حد يجرؤ انه يتهم النادي الاهلي بما ليس فيه يجب الرجوع عليه لانه ما اعتقدش بعد شهادة ابراء الزمة من معالي النائب العام حد يجرؤ يلوك مثل هذه اللي بانا كل اللي تقال اصله النادي القاله اصله 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 و بعد كده اصله الخطيب ما عرفش نرجسي وبيحب نفسه يعني ايه برضو انت باع شخصي فليكن يعني فليكن ده رأي الشخص ليك او للي كتب التويتر اللي انت حدثه كانتها لكن كمان استمر الدكتور محمد الباز في نفس الفيديو برأي اخر نشوف يا جماعة مجلس الادارة بتاع الاهلي ده على رأسه الكابتن الخطيب كابتن الخطيب راجل ممكن يبقى رمز رمز فيه الكرة المصرية لكن في الادارة خلوق جدا طيب بسيط كده ففيه فيه مجلس ادارة الاهلي الوقت وانا مش هو الاسماء المرادة ما يمكن ان نتحدث عنه انه مركز قوة وفيه خلافات وكل واحد في الاهلي الوقت الوقت يا جماعة الاهلي ده عز بملاء الصاحب كل واحد عايز يعمل حاجة يعمل يعمل صفقات يعملها اللي يخلي قريبه يلعب يلعب ناس تاخد عمولات فاذا انت بتتكلم على مجلس ادارة النهاردة لو الناس دي بتحب الاهلي الناس دي تستقيل على رسم الخطيئ هو يقول انا فشلت لانه ما حدثها بالامس ده يمكن ان تسميه عار عار لعق بيه النادي الاهلي كويس ففيه هنا المسألة ايه مين اللي ماشى مسيماني اصلا وجاب المدرب ده واصر عليه اللي هو الرجل كان ايه تايه في المدينة تايه في الملعب كويس فيه اصرار على ترديد اسمه حسام غالي واصراره ان يلعب محمد هاني محمد هاني قريبه تقريبا ولا نسيبه ولا مش عارف ايه فانا بدعو الى فعلا ثورة ادارية في النادي الاهلي لا بد ان يعني يتم تغيير حقيقي عشان النادي ده يرجع تبقى المنافسة كويس ما هو هو الحتة الاخرانية بقى يعني يمكن الحتة الاولانية استند فيها ارارة ومعلومات وكلام لكن الحتة التانية تمثل رأيه الشخصي اصداد زبراهيم رأيه الشخصي المجلس ده اللي مليان خلافات ما يستقيد فيه مراكز قوة فيه عمولات تاني عمولات تاني بيلعبوا قريبهم قريب مين انا ما اعرفش مين اللي هو قريب بيلعب في النادي الالف اي لعبة الموضوع تحسوا حاجة من اتنين لو خدنا بحسن الظن انه مش مدروس عند الاساز الباز يعني المعلومات او هو بيتابع العنوين او من الاخر مش عايش مش عايش الحالة جاتكم متأخرة لانه ده لو خدتوا بحسن الظن لو خدتوا بسوق الظن هقول لا يبقى انت كده هي دي طربقة النادي الاه ما تستقيلوا لان هي دي النغمة اللي كتير جدا عايزين يوصلوا لها ما تستقيلوا واذا ما استقلوش وكملو هيبقى ده الفشل لكل اولئك الذين ليريدون خيرا للنادي الاهلي وده الحتة اللي تخصينا بقى مع عضاءنا وجمهيرنا تنبهوا خلي بالكم الكلام ده احنا نبهنا على برامج والنهار ده دخلت برامج ملاش علاقة بالرياضة بتؤكد بس بشكل بقى ايه عنوين شوية مش عايشة لحالة طيب الجزء الاولاني من كلام الدكتور الباز وانا هنا صدقوني مش عايز اروح برضو لأي تقييمات شخصية ولا تداول اي شيء عن تفاصيل اي زميل للكل اللي احترامه تقديره على المستوى الشخصي وعلى تفاصيله المهنية لكن خلينا نفضل عند مقاله لانه نرجع نستخدم نفس المنطق اللي تقال ايام انتخابات المهندس محمود طاهر والكابتن محمود الخطيب وهنا واضح التوجه الحقيقي واضح منبع الكلام ومنبته كابتن الخطيب نجمه اسطورة والكابتن الخطيب رمزل الكرة المصرية والكابتن الخطيب كذا وكذا بس مش اداري ده كلام معلّب بأسر راجعي المفترض بعد 4-5 سنين من الممارسة لو كان في وقت وانا حنقدر نجيب كل الناس قالت ايه عن ادارة النادي الاهلي في عصر الكابتن محمود الخطيب لما الراجعي نارسه ده ده خد جوايز دولية اولا كابتن محمود الخطيب خد جائزة الابداع الاداري الرياضي جائزة محمد بن راشد المكتوب ووصف النادي الاهلي وقتها انه صاحب افضل تجربة في الحوكمة الرياضية تدرس خارجيا دي كانت حيثيات منح كابتن الخطيب هذه الجائزة محدش خدها من اي نادي في الشرق الاوسط او حسب لجنة الجائزة محدش خدها النادي الاهلي في عصر مجلس ادارته برئاسة محمود الخطيب ومش عايز اختازل النادي الاهلي في محمود الخطيب لكن اما وانتك خدته على جنب واعتبرته رئيس مش اداري رغم انه كان نجمه اسطوري عشان تراد الناس في حتة وتروح انت باللي انت عايزه في الحتة بتاعتك لا خليني في الحتة دي الخطيب افضل الى ما قدم كلاعب اعتزل في نهاية التمانينات وملفه بكل ما فيه من اهداف وانتهى بنتكلم على النموذج الاداري النادي الاهلي في عصر كابتن محمود الخطيب اريد له ان يتعرض الى حالة افلاس تامر الموسم الماضي واحد افضل نادي في افريقيا الموسم اللي فات افضل نادي في افريقيا بس انا بقول لكم حتى على مستوى الممارسة الادارية لما يتعرض النادي الاهلي الى محاولة مش عايز اقول تركيع لا افلاس وفجأة في نص الموسم الشركة الرعية تنسحب شركة صلة السعودية شركة الملابس تنسحب على اساس ان النادي الاهلي حيفلس او حيعف حص بيس الاداري اللي فوجت الدكتور الباز او قيل له انه قول انه هو اداري فاشل قد عملية مفاوضات بين الوكالات الاعلانية خلت الاساس محمد كامل لو تفتكره سعيدة انباس على راسه وهو بيمضي العقد معه مع شركة وطنية مصرية كبيرة محترمة تاخد حق رعاية النادي الاهلي ده كان الكابتن محمود بعد منافسة مع مؤسسة وطنية زي الاهرام زي الاهرام ويصل حق رعاية النادي الاهلي في تعظيم موارد النادي الاهلي الى نصف مليار نصف مليار ايضا بعدها على طول يقدم الكابتن محمود الخطيب من خلال مجلس الادارة نموذج جديد في تعظيم موارد النادي في المجموعة الاقتصادية ويتعاقد عليها مع الشركة الوطنية المحترمة ببريزنتيشن واستداد بحيث انه يستنبط موارد جديدة تعظم قدرات وعوائد النادي ويصل الى قيمة مالية مضافة غير القيمة قيمة الامتياز الاعلاني والرعاية ده كان مجلس دارة الاهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب ثم يشرف في تغيير ارض النادي الاهلي في الشيخ زايد في التجمع يغيرها بعد ما كان تم في المجلس السابق وينشئ وعلى وشك الافتتاع ويطور الشيخ زايد ويطور مدينة نصر والجزيرة هذه المقرات ويتمدد الاهلي الى اصوان مع الشركة الوطنية ايضا في مشاركة وطنية محترمة تعكس تقدير الجهات الوطنية لقيمة النادي الاهلي ونجاح نموذج محمود الخطيب ومجلس ادارته وحجم يساماته في البطولات الاخيرة الاخيرية والدولية دعالوا شوفوا بقى حجم بطولات النادي الاهلي الرياضية عشان يوصف بانه فاشل رياضيا نفسي اعرف والدكتور محمد الباز استاذ جامعة قل لي معايير النجاح اقول لك دفاشل ولا لا قل لي المعايير اللي انت بتحكم عليها قل لي كرسل الاجابة بتاعتك فيها ايه وانا هقول لك ان النادي الاهلي بمجلس ادارته وباداؤه المتواصل من جيل لجيل النموذج الذي يحتزى بها عالميا ولعلك لا تعلم ان النادي الاهلي مع مجلس الادارة الحالي استعاد ارضا مفقودة في جدول الاكثر تتويجا في العالم حتى صار الثاني بعد ريال مدريد ما حصلتش لأي نادي في الشرق الاوسط اقرب نادي لمنافسة ريال مدريد وانا نادي عن تحقيقه اللقب لا اقتربة من ريال مدريد اكثر واكثر البطولات الجماعية او البطولات الرياضية الاخرى ما في بطولة الاهلي في الموسم الاخيرة يا دكتور حاز كل بطولات السلة الاربع بطولات في الموسم في كرة السلة حازها الاهلي السنة اللي قابلها حصادك الكامل لبطولات الطائرة واليد اه بيخسر بطولة الزمالك بيكسب بطولتين وهكذا المنافسة في الملعب لكن هي ايه معنى فاشل اداريا تقدر تقول لي لانك لو كراست محمود الخطيب قدامك وانت واستاذ جامعة واعملت ضميرك مش هتتديله اقل من الدرجة النهائية او تقول لي ساعتها نموذج الاجابة بتاعك او ما اعطيليك في ايه بالزبط